السلام عليكم ورحمة الله يستمر حديثنا عن المرحلة التي أعلن فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لعموم الناس قلنا أنه في السنة الثالثة تحدث إلى عشيراته الأقربين وتقول المصادر جميعا أنه في نفس الوقت تقريبا أو في مرحلة قريبة جدا بدأت الدعوة العامة من خلال مؤتمر جامع دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فوقف خطيبا على جبل من جبال مكة وعلى تلة صغيرة ونادى على أسماء بطون قريش جميعا تقريبا يا بني فهر يا بني خزاعة يا بني كذا القبائل المستوطنة في قريش ناداها جميعا فاحتشد الناس والذي لم يستطع أن يأتي بعت منذوبا عنه لكي يسمع ما الذي سيقوله محمد في هذا الخطاب طبعا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه نبيا بروايات كثيرة مختلفة مثل أن قال لهم لو قلت لكم أن جيشا سيأتيكم من خلف هذا الجبل هل أنتم مصدقي قال والله ما عهدنا عليك كذبا قال فإني رسول الله إليكم جميعا وهكذا هذا الإعلام بغض النظر عن الصيغة الحرفية له كان البداية الحقيقية للتفاعل المباشر مع المجتمع المكي هنا أصبح الحديث الذي كان يسمعه سادة قريش همسا عن النبي يتحدث إلى زمرة من أصحابه هنا وهناك أو عن مجموعة منهم يخرجوا إلى الشعب من شعاب مكة للصلاة فيرونهم مستخفين ويعلمون بخبرهم ولكن يتجاهلونه الآن أصبح الإعلان رسميا أيضا تقول لنا كتب السيرة أن قومه تجاهلوا هذا الإعلان في البداية سمعوه ولكن لم يقبلوه أو كثير منهم وأيضا لم يصعدوا لماذا قريش في بنيتها الداخلية مجتمع تجاري هذه سوق مفتوح وأهل التجارة لا يرغبون في كثير من التوتر والاضطراب لأنه قد يؤدي إلى مشاكل تؤثر على تجارتهم تؤثر على القوافل القادمة إليهم على الحجيج لا يريدون هذا الضجيج ولذلك الاستراتيجية التي اتبعت قريش في البداية كانت تجاهل هذه الدعوة دعها تمر من دون أن نعلق عليها أو أن نتابعها لكن هنا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم في أن طبق استراتيجيته هو وأهم عنصر فيها وهذا عنصر نراه في كل مسيرته الدعوية عبر الثلاثة وعشرين سنة هي المبادرة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يختار الوقت الذي يعلن فيه عن نفسه كان هو الذي يتحدث إلى قومه وينقل الحديث إلى مراحل جديدة دائما يبادر لا يسمح لهم بأن يضعوه في دائرة معينة ويحصروه في مساق محدد بل هو الذي يبادر وهم الذين يجرون من خلفه هو الذي يفعل وهم الذين يقومون برد الفعل من بعده ولذلك يقول ابن إسحاق وهذه رواية في غاية الأهمية والدقة قال أنه لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتبروا أنهم ما سمعوا فما ردوا عليه وما اتبعوا ولكن كل صار في مسيره لقليل من الوقت فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في لهجته قال فلما عاب آلهتهم وشتمها عندها بدأوا مضطرين أن يأخذوا موقف لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق النبي صلى الله عليه وسلم مهذب اللسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معروفا بخلقه القويم الرفيع كان يحاول أن يضغط على قريش لكي ينقلها من مربع التجاهل هذا الذي حاولت أن تفعله إلى مربع التفاعل والحوار والدخول في نقاش حول أفكاره وحول رؤيته وحول دعوته وكل ذلك طبعا كان هناك التوجيه الإلهي بالآيات التي نزلت في هذه المرحلة والتي رفعت من وطيرة الحديث عن قريش بشكل مباشر في سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف ثم بعد ذلك عن السمات الخاصة بالديانة الإسلامية عن التوحيد عن أن محمدا لا يفعل شيئا إلا أنه يتبع سنة إبراهيم عليه السلام الديانة الحنيفية التي يتبعها ويحييها محمد صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي تقوم بها قريش من التطفيف في الموازين ومن الوأد للبنات ومن الظلم ومن الاحتكار وكل هذه الإشكالات بمعنى أن قريش أدركت أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست مسألة روحانية تنسكية تعبدية مثل غرق ابن نوفل هذا رجل لديه خطاب مختلف وهذا الخطاب لا ينال الآلهة في رمزها لأنه بالمناسبة قريش لم تكن عظيمة التدين فيما يتعلق بالأوثان الأوثان اتخذت من أجل صياغة هوية للمجتمع القراشي وللمجتمعات القبلية العربية في ذلك الوقت كما وصف الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عندما تكلم مع قومه أنهم يتخذونها مودة بينهم ليست مسألة مسألة تعبد لهذه الأوثان والأحجار لأنهم يعلمون أن الله الواحد الأحد المتعالي هو الفعال لما يريد ولكن هذه الأوثان أصبحت هي رابطة تربط القبائل والمجتمعات وإلا كيف نفسر وجود 360 صنم حول الكعبة في تلك الفترة نعرف أن قريش تعبد هبل وتعبد إسافا ونائلة ولكن 360 صنم هذا عدد كبير معنى ذلك أن قبائل العرب كانت تأتي ببعض أصنامها تضعها هناك وكانت قريش تفسح المجال لذلك لسبب مهم لأنها تركز على استثنائية مكة وأنها رمز جامع لكل قبائل العرب وهذا مفيد لهم في التجارة ومفيد لهم في السياسة ومفيد لهم بالاستثنائية القراشية التي حاولت قريش عبر مسار تاريخها أن تؤكد عليها دوما محمد صلى الله عليه وسلم هنا يهدم ليس الديانة الوثنية التعبدية التقوصية الشعائرية لا يهدم المنظومة التي بنيت عليها هذه الديانة ويهدمها بمقولات في غاية الخطورة بالنسبة للقريش فهو يقول لهم أنا لا أفعل شيئا إلا أن أتبع ملة إبراهيم حنيفة وأنت لا تستطيع أن تنكروا أن إبراهيم هو الأب الشرعي لمكة هو الذي رفع القواعد من البيت هو الذي حدد الحرم في عهد إبراهيم تحددت الأشهر الحرم كل ما تقومون به يعود في أصله إلى الشرعية الإبراهيمية وهل تقولون أن إبراهيم كان يعبد الأوثان إذن أنا لا أفعل شيئا خارجا عن المألوف لا آتي بشيء غريب عليكم بل إنما أعيد لمكة نقاءها الأول في عهد إبراهيم عليه السلام وهذه دعوة في غاية الأهمية ولقريش في غاية الخطورة يعلمون صدقها ولا يستطيعون لها ردا المسألة الثانية هنا قريش في تركيبيته القيادية كان لديها طبقتين قياديتين مهمتين الأولى طبقة الشيوخ الكبار وهؤلاء أربعة تقريبا حسب ما فهمتم من سياق السيرة كانوا يمتازون بأنهم شيوخ في السن ولكن أيضا لهم قدر كبير بين أتباعهم الوليد بن المغيرة زعم بن مخزوم عتبة وشيبة بن ربيعة وكان أيضا من بن عبد الشمس وكان من المسنين ولكن أيضا لهم مقام وأثرياء كبار وأبي أحيحة بن العاص وكان أيضا من الشخصيات التي توازي الوليد بن المغيرة وكان أيضا متقدما في السن تحتهم كانت الطبقة التنفيذية الثانية القيادية في قريش كان فيها أبو جهل كان فيها النظر بن الحارث كان فيها أبو سفيان كان فيها مجموعة من الشخصيات التي تأتي في الطبقة الثانية تحت القيادات العليا وكانوا جميعا تنفيذيين ولهم وكانوا مقاربين للنبي صلى الله عليه وسلم في العمر كلهم في الأربعينيات كانوا أترابا له في السن كما تقول الكتب السيرة الذي حدث أن السادة هؤلاء كانت لهم الرمزية الشرفية لكن معظم التعاملات اليومية في قريش وفي دار الندوة والتجار كانت تتم من قبل الطبقة الثانية في رواية معبرة أيضا يعني أستحذرها هنا أن في الصيف في صيف ذلك العام كان شيوخ قريش الكبار دائما يذهب للطائف كان عندهم مزارع يصطافوا بعيدا عن قيض مكة وحرها فقال فعلموا أن حادثة وقعت في مكة إذ حاول أبو جهل المجموعة من هذه الطبقة الثانية أن تتعرض للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم قال فقطعوا زيارته معادة مرة بسرعة إلى مكة لإنهاء التوتر هذه الطبقة لا تريد أن تتفرق وتتمزق قريش ليش؟ لأنه ستضر بمصالحهم التجارية وهيبتهم بين العرب فاجتمعوا مع المجموعة الثانية وقال لهم يجمع إيش المشكلة فتبادل الحديث قالوا محمد يشتم أليهتنا ويعيب آباءنا ومحمد يتكلم كلام مش مقبول ولا يمكن أنه نستمر على هذا الحال لابد من شيء ما هنا أدرك الوليد وأدرك عتبة أنه لابد لهما أن يتدخل لماذا يتدخل لأنه يريد أن ينزعوا فتيل هذا التوتر تروي كتب السيرة أحاديث كثيرة عن من الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال في أول الأمر لكن الذي الحقيقة الشيء المهم بغض نظر عن تفاصيل الأسماء أن استراتيجية قريش كانت واضحة في البداية الإهمال ما زبط معهم لأنه في النهاية لابد لهم أن يعودوا وأن يتكلموا بشيء ما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد في لهجته ضدهم الاستراتيجية الثانية كانت الحديث المباشر مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمالته وإغرائه بالعروض السخية ليش؟ هذا مجتمع يعتبر أن كل شيء في النهاية ينحل بالمال أو ينحل بالمكانة والمنزلة خلينا نجلس معه ونتكلم فهناك يعني رواية جميل عن لقاء تم بين عتبة ابن أبي ربيع وبين نبي صلى الله عليه وسلم وخطبه عتبة برقة وقال له يا ابن أخي هل رأيت أحدا يعني يفرق بين قومه وقد جئت بشيء جديد عبت آلهتنا وشتمتهم وكذا خلينا نشوف نجلس نتفهم فأنا عندي لك يعني عرض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أسمع ماذا تقول؟ قال له شوف إن أردت مالا أعطيناك من أموال حتى سلطة أغنانا إن أردت نساء زوجناك أجمل نساء قريش حتى سلطة الأحسن بيننا وإن أردت حتى ملكا ملكناك علينا إنت كلنا ما الذي تريد؟ إحنا حابين نحلل المشكلة بيننا وبينك وما في داعي للتصعيد عندها النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالته ثم رد عليه بتلاوة آيات من القرآن الكريم يقال أنها من صورة غافر عندها تيقن هذا الرجل له عتبة في هذه الحالة أو الوليد بن المغيرة كما في روايات أخرى تأكد أن خطاب محمد ليس خطابا دنيويا أن الذي يعرضه عليه لا علاقة له بما يرد به محمد محمد صلى الله عليه وسلم الآن يتكلم عن قيم عليا ومبادئ كبرى وأنت تعرض عليه الدنيا ما في مقارنة في الشيء بالإضافة لأن التلاوة التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم عندما استمع إليه سادة قريش أدركوا وهم خبراء باللغة ليسوا ناس عاديين كان كثير منهم يقول الشعر وكثير منهم يسمع الشعر ويعرفون كل شيء أدركوا أن الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا استثنائي ونادر ولا يشبه أبدا الحديث الذي يسمعه من قبل قصة بن ساعدة أو من غيره من الخطباء أو من الشعراء في ذلك الوقت لذلك قيل أن الوليد بن المغيرة في حالة الوليد عندما عاد قالوا لقد عدت بغير الوجه الذي جئت به فجلس معا قال والله لقد سمعت من محمد كلاما ليس بكلام الجن ولا بكلام الإنس والله إن علاه لمزهر وإن أدناه لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى علي إن له لطلاوة وإن عليه لطلاوة يعني فيه مدح للنص الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قريش امتعدت من هذا الشيء وجاء أبو جهل ودخل إلى الوليد بن المغيرة وأقنعه بخدعة فعلها قال له كان جالسا حزينا فقال له ما لك يا ابن أخي لأنه ابن أخو قال له والله لقد تركت قريش تجمع له كمالا قال ليش وأنا أكثر الناس مالا قال لأنه شافوا أنه بعد ما عدت من عند محمد كنت ضعيفا فقالوا نعطيه بعض مالنا حتى يتقوى فغضب الوليد وقال إذن أرجع رجع مرة ثانية للمجموعة قال له يا جماعة أنا أشوفه خلينا نفك في موضوع محمد صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنه كذاب والله الناس لما يجلسوا معاه وقولوا الرجل الصادق ما عاهدنا عليه الكذب إذا قلنا مجنون أيضا في عندنا مشكلة لأنه كلامه ليس كلام مجانين قالوا فتفاكروا في هذا الأمر وقرر المجمع هذا الذي فيه زعماء كريش الكبار وزعماء الطبقة الثانية قرروا أن يخرجوا بالتهمة التالية هو ساحر ليه الشعم هو ساحر قال لأنه يفرق بين المرء وقومه وبين المرء وأهله وهذا الرجل يتكلم بكلام يخلي الناس تبتعد عن العرف المتبع فهو ساحر لماذا كان ينبغي على كريش أن تتخذ في ذلك اللقاء بالضبط مقولة تنشرها بين الناس كانوا على وشك أن يدخلوا في موسم الحج والحجيجو إن جاءوا واكتشفوا أن شيئا ما في مكة مثل هذا يحدث واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ستخرج الكلمة إلى أرجاء الجزيرة العربية بأن شيئا ما جديدا يحدث في قريش القريش لا تريد هذه الصورة أو هذا الانطباع يخرج عنها فقالوا لا بد لنا من شيء يعني بمعنى أنه كأنه في مؤتمر صحفي لازم يطلع ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما هذا الموقف الرسمي الموقف الرسمي الذي خرجوا به بعدما حاولوا إغراءه ففشلوا بعدما حاولوا أن يستميلوه ففشلوا الموقف كان هو ساحر وطبعا في حالة الساحر الناس تتفادى الجلوس حتى مع الساحر لأنه بقوة الخارقة خارجة عن المعتاد والمنطق يمكن أن يسحرك وبالتالي تتبعه من غير أن تدريه فهي تهمة شريرة في الحقيقة لأنها ممكن فعلا أن تؤدي الغرض بصرف الناس عن الشخص الذي يتهم بأنه ساحر خوفا من أن يسحرهم دون أن يكون لهم في ذلك رأي لكن طبعا في المرات القادمة سوف نستعرض كيف أن هذه الحج أيضا فشلت فشلا ذريعا بسبب مبادرات قام بها النبي صلى الله عليه وسلم منسجما مع استراتيجيته المعهودة في أن لا يترك لقريش أبدا أن تبادر هي أو أن تحصره في دائرتها الخاصة السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر